السلام عليكم. مين فينا ما بيحبش الشطة? الشطة زراعتها سهلة جدا. كل بيت عندنا بيطبخ بالشطة وبيستخدم الشطة في الاكل. طريقة زراعتها سهلة جدا. النهاردة هنتعلم من زراعها لو عندك كتعة ارض فاضي او في حديقة منزلك. طريقة زراعتها باختصار اننا بنجهز التربة وبنخلط عليها سماد عدوي. وبنجهزها في خطوط زي ما حضراتكم شايفين كده. وباول حاجة طبعا بعد تخطيطها وتجهز التربة بنزل فيها المية. الشتلات موجودة عند في اي مشتل. بتكون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بنسيب ما بين كل آآ عضو التاني حوالي آآ شبر تقريبا. ونزرع ونشوف زي ما حضراتكم شايفين مع بعض كده. ده شكلها بعد ما زرعناها. الرأي بيكون كل اسبوع. اعم حاجة المية تمشي بس في الخط بتاعنا. آآ نحاول ما نغرقهاش مية. آآ زراعتها سهلة جدا. التسميد طبعا زي ما قلتلكم بنخلط سماد عدوي في البداية فقط. بعد كده ممكن آآ نروش السماد الان بي كي. كل اسبوعين تقريبا. وطبعا ما لو لاحزنا وجود حشرات بالرش بمبيد آآ حشري. مهم جدا ما هو يدر على صحة الانسان ولا حاجة. آآ طول ما احنا طول ما لسه آآ ما انتكش او ما خدناش منه للاكل يفضل واقف الرش. قبل الحصاد باسبوعين. زي ما انتم شايفين كده. كده احنا زرعناها اهو. طريقة زراعته سهلة جدا. نمو سريع جدا في خلال تلات شهور تقريبا. ممكن ناخد منه السمار. او قرون الشطة. زي ما هو متعارف. ما شاء الله اللهم مبارك. آآ ده شكل الشطة اوه بعد حوالي اسبوعين او عشر ايام تقريبا. ما شاء الله شايفين شكلها عامل ازاي. انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم. آآ عن شكل الشطة بعد ما كبرت. وقت الحصاد. وشوفوا آآ لو طبقتوا الخطوات اللي انا قلت لكم عليها دي بازن الله. هنحصل على شتلات قوية. وانتاج غزير بازن الله. بقى قال التكاليف. شكرا لمتابعتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.